صباح الخير، إزايكوا عاملين إيه؟ بعد الحلقة بتاعتنا والكلامنا المرة اللي فاتت عن فوايد السونة وأضرارها وإذا كانت بتخصص ولا لأ جالي أسئلة كتير قوي عن الحاجات اللي شبه السونة واللي بتسبب التعرق وإذا كانت مفيدة لفقدان الوزن ولا لأ مبدئين عشان خاطر نجاوب على كل الأسئلة دي ويبقى عندكم إجابة كده حاسمة في دماغكم لازم نعرف حاجة مهمة جدا إن العرق مش معناه فقدان الوزن والعرق مش معناه حرق الدهون العرق ده ربنا خلقه بس عشان يخرج السموم من الجسم ده رقم واحد رقم اتنين عشان يحافظ على تبريد الجسم ليه إحنا بنعرق في الصيف قوي وما بنعرقش في الشتاء ده لو ما بنعملش حتى أي نظام رياضي أو أي نشاط بدني لأن درجة حرارة جسمنا بتعلى بمقارنة بدرجة حرارة الجو فجسمنا بيفقد مية أو بيطلع مية عشان المية دي تحافظ على رطوبة جسمنا وتحافظ على درجة حرارة بمعنى إن العرق مش معناه إن إحنا بنحرق دهون أو معناه إن إحنا عندنا فقدان للوزن ده رقم واحد طيب الناس سألوني عن اللف التنحيفي للجسم اللي هو الرابينج وسألوني عن بدلة الثونة وسألوني عن حزام الثونة الحاجات دي يا جماعة مش بتخصص تماماً خلينا نركم بس حزام الثونة ده على جنب ونتكلم على اللف التنحيفي ونتكلم على بدلة الثونة زي ما قلنا إن الثونة قوضة الثونة فيها خطورة للناس اللي ما عندهاش احتباس مية هي كمان فيها فبردو الرابينج وبردو بدلة الثونة ليهم نفس المشكلة أنا حابس جسمي جوه حاجة بترفع درجة حرارته قوي فبتسبب التعرض لو أنا عندي مية زيادة في جسمي أوكي أنا فقدتها بس لو أنا ما عنديش مية زيادة في جسمي أنا تسببت لنفسي في مشكلة جفاف وفقدان معادن وفقدان أملاح وده بيسبب مشكلة كبيرة لو كلمنا بقى عن حزام التخصيص حزام أو حزام الثونة بيسموه حزام الثونة حزام الثونة ده لو إحنا بنلبسه عشان بس يرفع درجة الحرارة وعرق في منطقة البطن متخيل إن أنا حنزل بطني ده معناه إنه هينطبق عليه كل الكلام اللي إحنا قلناه قبل كده عن الثونة والرابينج وكمان بدلة الثونة هو مفيد في حاجة واحدة بس إن أنا لما بلفه على بطني أنا بجبر عضلات بطني إنها تتشد لجوه فبيبقى كأني طول الوقت شادت بطني وفارت ضهري وعمل تمرين زي شد البطن بس دي الحاجة الوحيدة اللي هو مفيد فيها وأنا ما بنصحش بيه تماما إن أنا ألبسه وأنا بشتغل إيرابيكس أو وأنا بطمرن بأوزان هو أخر وخالص إن أنا ألبسه وأنا على التريد ميل ومش بجري كمان ده وأنا ماشي عشان أكبر بطني إنها بس تكون عضلاتها مجدودة لكن فكرة إن العرق بيحرق دهون؟ لا الدهون بتاعتنا لما بتتحرق ما بتتحرقش وتطلع على حيقة عرق ده ما بيحصلش صباح الخير وأشوفكم المرة الجاية سلام ده ما بيحصلش